السلام عليكم في المحاضرات اللي فاتت خدنا فكرة شاملة عن المايكرو كنترولا وشوفنا ازاي ممكن نستخدمه كا ديجيتال امبوت ديجيتال اوتبوت ديفايس وكمان تعرفنا على الانالوكتو ديجيتال كونفيرتر على الانترابت على البالس ويتس ميديوليشن على اليو اس ارت ازاي ممكن نستخدم الكيباد ازاي ممكن نستخدم الالس دي وحاجات تانية كتير في الطبيعي لما بيبقى عندك بروجيكت بيبقى هو عبارة عن كومبيونيشن من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده فدلوقتي عايزين نعدي على بروجيكت ونشوف ازاي ممكن نستخدم الانترابت سيرفيس روتين مع الانالوكتو ديشتر كونفيرتر مع الالسي دي مع البلس ويتس ميديوليشن فكل اللي انا هعمله هفتح البرامج القديمة وهاخد الحاجات اللي كتبتها ديت copy paste خطها عندي في برنامج مطول بحيث ان احنا نشوف application شامل على الاربع مواضيع اللي قدامنا دي ودي هتبقى اخر مرحلة في الكورس بتاعنا بحيث كل المواضيع اللي جاية بعد كده هتبقى عبارة عن بروجيكت فاول حاجة انا عايز اعمل include للليباريس بتاعتي فبما اني هشتغل على الانترابت سيرفيس روتين فعايز اعمل include للليباريس بتاعت الانترابت وكمان ممكن احتاج delay في الكود بتاعي فبرده هعملهاش include للدليل بعد كده انا عايز استخدم ال LCD وفي ال LCD كنا بنعرف بورت بحيث ان احنا بتستخدمه مرة كdata ومرة كaddress وكنا بنعرف ثلاث بنات واحدة خاصة بالEnable والWrite والReset ففي الحالة دي انا عرفت ان الDataPort او الAdressPort هيبقى بورت D اما الثلاثة ControlPens هيبقى بورت E, Ben6, Ben5, Ben4 فدلوقتي عايز استخدم الانترابت سيرفيس روتين وعايز الانترابت بتاعي يبقى على بورت D فكنا بنقول ISR وبعد كده بنحدد البني Change Interrupt Vector وكنا قولنا ان ثلاثة ازا استخدمنا بورت D اتنين ازا استخدمنا بورت C, واحد ازا استخدمنا بورت B وزيرو ازا استخدمنا بورت A بحيث ازا جالي انترابت سيجنل هننور البن نمبر زيرو في بورت D وهنطفيها كل 200 ميلي سيجند بعد كده عايزين نستخدم الانالوج توديجيتال كونفيرتر وكنا عاملينها عن طريق اتنين فونكشن واحدة بتعملي Initialization والتانية بتعملي Read للانالوج سيجنل وكنا تعرفنا على الحاجات دي بالتفصيل فانا دلوقتي كتبت اتنين فونكشن واحدة خاصة بالانشيلايزيشن والتانية خاصة Breeding للشانل والتنين فونكشن لازم نروح لبعض الRegisters ونعمل Enable لبعض البنس علشان مثلا نعمل ستارتر الكونفيرجن من الانالوج توديجيتال نعمل ستل البريسكيلر ونقول احنا عايزين الكونفيرجن دو تيحصل كم مرة في الثانية وكمان انا هستخدم بولتسويتس ميديوليشن فهكتب فونكشن خاصة بالانشيلايزيشن بتاع البولتسويتس ميديوليشن فكتبت الفونكشن ديت اللي كانت بتحددلي المود بتاع البولتسويتس ميديوليشن انهي بين انا عايز استخدمها كبولتسويتس ميديوليشن والبريسكيلر وبعدين هيبقى عندي المين فونكشن وزي ما احنا عارفين احنا ممكن نكتب الفونكشن بتاعتنا قبل المين فونكشن او بعد المين فونكشن فانا دلوقتي هعمل الانشياليزاشن لل LCD بعد المان فونكشن فدي كانت الفونكشن اللي انا كتبتها قبل كده اللي خاصة بالانشياليزاشن بتاعت ال LCD اللي انا بقول فيه انا بستخدم مثلا LCD 16x2 وبقول ان المود بتاع ال LCD هو عبارة عن 8 bit بقول اعمل clear لل LCD return home وروح للفرست لاين الزيرو بوزيشن لان احنا قلنا العد في ال LCD بيبتدي من الصفر فال LCD هي عبارة عن 16 او 16x2 فمعنى كده عندي 16 خانة بيبتدي العد من الصفر لحيات 15 والرو الأول بسميه 0 والرو التاني بسميه 1 وكنا بنينا فونكشن خاصة بارسال الكوماند لل LCD بحس ان الكوماند دوت في الغالب هي بأدرس وعلشان نرسل الكوماند كنا محتاجين نخلي ال reset بصفر ال right بصفر وال enable بيبقى مرة high وبعد كده بينزل لل low اما لما كنا بنحب نكتب data على ال LCD زي character مثلا فكنا بنبعت ال data وكنا بنخلي ال reset بone وال right بzero وال enable لازم تبتدي high وبعد كده تنزل low وكمان وانا كنت بكتب على ال LCD كنت كل شوية بغير ال position بتاع الكتابة ساعة ببتدي من الاول ساعة ببتدي من الاخير او من النص فعشان كده عملت function سميتها بالاسم دوت وبديها حب تقيم بحس ان هي هتحسبلي ال address الجديد بتاع ال position اللي انا عايز اروحله في ال LCD وبما اني اتكلمت عن اربعة function بعد ال main function فلازم اطلع فوق خالص واعرفهم في بداية البرنامج بعدين عرفت الاربعة functions اللي اتكلمت عليهم بعد ال main function في بداية ال program بعدين هروح ال main function هحدد ال input وال output ports فعندي port b و port e اللي هما خاصين بال LCD خلتهم output وعندي port d خلت اخر 2 pins ك-input لان عندي ال pin d7 هي ال interrupt signal ودي ال pin اللي هيتعمل عليها toggle لل LED اذا كان فيه interrupt فدي هتبقى out وعلشان اخلي ال pin d7 ك-interrupt كنت بحتاجة اتكلم على السطر اندولت register فيهم هو عبارة عن الماسك register اللي بيقول لي ان ال pin دي بقت interrupt ورجسر التاني هو ال pin change interrupt اللي بيخليلي ال interrupt enable على البورت دوت وكنت بعدين كنت بعمل initialize لل global interrupt فلازم اقول SEI اما بالنسبة لل pulse width medulation فكنت بحدد قيمة OCR1A اللي هي كانت خاصة بال frequency تاعت ال pulse width medulation وال duty cycle فكنت احتتها على OCR1B وكنا مختارين ال resolution بتاعت duty cycle عبارة عن 10 bit فمعنى كده قدر اتحرك في scale من 0 لحد VCC فمعنى كده duty cycle بتاعتي تقدر تروح من 0 لحد 1023 وخدت حبة السطور دية اللي خاصة بال initialization بتاعت LCD بحيث ان كتبت على السطر الاولاني في LCD ADC 0 علشان اظهر فيها قيمة ADC channel 0 اللي انا هعمل عليها ال conversion والقيمة دي هتظهر لي على LCD وكمان هتتحكم لي في اضاءة LED معين وعلشان ما ننساش هنطلع فوق بعد ال SEI وهنقول PWM underscore Anit Anit underscore ADC و Anit underscore LCD دولة ال initialization functions اللي احنا كتبناهم قبل كده عن البالسويتس ميديوليشن عن الانالكتو ديشتر كونفيرتر وعن ال LCD هننزل تاني ونكمل بقية البرنامج بتاع ال LCD فكتبت الادرس ده علشان انزل على السكند لاين وبعد كده كتبت اسم الاوثر اللي كتب البرنامج والرقم اللي هيجيلي على ال ADC channel هيبقى من صفر لحد 1023 هو ال duty cycle اللي هتروحها البالسويتس ميديوليشن وهو ده نفس الرقم برضو اللي هيظهر لي على ال LCD فعشان كده انا اخترت ال data type بتاعته عبارة عن unsigned end 16 bits أو 2 bytes وبحيث ان الاربع ارقام بتاع البالسويتس ميديوليشن دولت هيتحول كل واحد يوم لcharacter فعشان كده قلت ان فيه variable اسمه CH من نوعية character وليه اربع خانات أو اربعة digits وبعدين كتبت ال while loop اللي قدامي دي بحيث ان الاول هاخد ال data من على ال ADC channel هخزنها في ال variable دوت وفي نفس الوقت هخلي ال duty cycle بتاعت البالسويتس ميديوليشن بتساوي القيمة اللي جاية من ال ADC channel number 0 وبعدين كنت الاول ببتدي بخزن في ال character ديت اربعة space وبحول كل راقم فيهم من integer لأسكي عن طريق السطر دوت فهو بياخد ال integer على اساس انه هو decimal اذا انت عايزه hexadecimal فممكن تكتب بدا للعشرة 16 وبعدين بنزهر نتيجة ال conversion بال for loop اللي قدامنا دي فخلينا نروح ونقول build وبعد ما عملنا build هنروح على tools بعد كده device programming وهنقول apply بعد كده memories وهنقول program في الاول هحط ال push button الخاص بال interrupt اللي هو هيبقى على البن دي number seven وبعدين كده هحط LED اللي هو هيزهر لنتيجة ال interrupt وهينور ويدفي كل 200 ميلي ساكند وهنوصل الانترفيس الخاص من المايكرو لل LCD تضيط ينسبته اشتركوا في القناة هدين حط المقامة المتغيرة اللي هي هتدخل لي كيمة فولت متغير على البنة الاولانية في بورت ايه الادسي فهتلاقي ادي القيمة اللي ظهرها لي كل ما بغير المقامة الكيمة دي بتتغير وهتلاقي الاضاءة بتاعة الاد الاخضر بتتغير مع البلسويتس ميديوليشن لما بدوس على الانترابد سيرفيس روتين بينور ويد في الال اي دي اما القيمة ما بتتغيرش على الاسكرين والاضاءة كمان على الال اي دي ما بتتغيرش بتاعة البلسويتس ميديوليشن ده بسبب انه هو ديس ايبولد انترابد لما بسيب البوتونشومتر الكيمة بيحصل لها update وكمان كيمة البلسويتس ميديوليشن على الال اي دي الاخضر بتتغير فده كان مشروع مجمع عن البرامج اللي كتبناها قبل كده حاولنا نستخدم فيها اكتر من طول زي البلسويتس ميديوليشن الانترابد سيرفيس روتين الال سي دي والانالوكتو ديجيتال كونفيرترز هنحاول من وقت للتاني ان احنا نحل مشاكل مختلفة ونبني مشاريع مصغارة باستخدام المايكرو كونترولر وبكده نكون خلصنا جزء النهارده ومع السلامة